بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل في هذه الحصة إن شاء الله لدينا درس بمادة أرياضية للسنة الرابعة ابتدائي الكسور رقم أربعة صفحة مئة وسبعة ولدينا الجزء الأول أكتشف عند أحمد بطاقات كتب عليها أعداد طلب من أخته سلمة أن تساعده على وضع كل عدد بالتقريب على المستقيم المدرش إذن لدينا هنا البطاقات لدينا مثلا البطاقة الأولى كتب عليها العدد أربعون على مئة طلب منا أنقل على كراسك المستقيم المدرش الآتي أكمل وضع بقية الأعداد هنا أحمد قام بوضع العدد الأول 6 زائد 8 على 10 على المستقيم المدرش رح نفهم مع بعض أولا كيف تمكن أحمد من وضع العدد 6 زائد 8 على 10 على المستقيم المدرش لاحظوا معي يا أبطال لدينا 6 زائد 8 على 10 هنا لدينا كسر وهنا لدينا عدد طبيعي هذا العدد نقول الجزء الصحيح في هذا الحال لدينا أولا البسط أسعر من المقام مباشرة ننظر إلى الجزء الصحيح لدينا 6 نبحث عن 6 في أعلى المستقيم المدرش إذن لدينا 6 هنا بعد ذلك 8 على 10 لاحظوا معي هنا لدينا عشرة يعني نقوم بتقسيم هذا الجزء هنا 6 6 لدينا هنا يعني بعد 6 مباشرة لدينا 7 نعم إذن هذا هو الجزء نقوم بتقسيم هذا الجزء إلى 10 أجزاء متساوية ثم نأخذ 8 أجزاء إذن 8 على 10 بالتقريب هنا الآن لدينا العدد الثاني 40 على 100 لاحظوا معي 40 على 100 ماذا نلاحظ أولا؟ نلاحظ أن البسط أصغر من المقام 40 أصغر من 100 سنقوم الآن بحصر هذا العدد إذن إذا وجدنا البسط أصغر من المقام فيما يخص حصر العدد سنقوم بحصر هكذا بين 0 و 1 يعني العدد سيكون موجود هنا بين 0 و 1 إذن لدينا 40 على 100 نشوفوا هنا في المقام لدينا 100 يعني سنقوم بتقسيم هذا الجزء إلى 100 جزء الأجزاء متساوية ثم نأخذ كم من جزء؟ 40 إذن سيكون بالتقريب هنا العدد الثالث الآن لدينا 2 زائد 3 على 100 أولا نشوفوا هنا للكسر لدينا البسط أقل من المقام إذن في هذه الحالة نأخذ الجزء الصحيح لدينا 2 ما معنى هذا؟ يعني هذا العدد سيكون محصور هذا العدد سيكون محصور بين 2 و 3 إذن لدينا هكذا 2 لدينا 3 هنا لدينا طبعا 1 لدينا 0 أين سأضع علامة فيه؟ هنا لدينا 3 على 100 نقوم بتقسيم هذا الجزء إلى 100 جزء الأجزاء متساوية ثم نأخذ ثلاثة أجزاء فقط ثلاثة أجزاء من 100 إذن سيكون بتقريب هنا لدينا الآن العدد 7 زائد 100 و 18 على 100 أولا نقوم بحصر هذا العدد باش نتمكن من وضع علامة فيه هل هو موجود بين 5 و 6 6 و 7 7 و 8 أولا ماذا نلاحظ بالنسبة للكسر يا أبطال؟ نلاحظ أن البسط أكبر من المقام يعني هنا هل نأخذ مباشرة الجزء الصحيح وأقوم بحصر هذا العدد بين 7 و 8؟ لا ما تصلحش يا أبطال إذن هنا لدينا 118 على 100 سنقوم بتفكيك أولا العدد لدينا 7 زائد هنا تفكيك العدد لدينا 100 نأخذ رقم المئات زائد 1 زائد 18 على 100 هكذا يا أبطال هذا العدد ككل هو هذا العدد بعد ذلك نكمل 7 زائد 1 ثمانية ثمانية زائد 18 على 100 الآن لعندي البسط أصغر من المقام نستطيع حصر هذا العدد إذن فيما يخص حصر هذا العدد نشوفه هنا للجزء الصحيح الثمانية نكتب هنا ثمانية بعد ثمانية مباشرة لدينا 9 يعني هذا العدد موجود بين 8 و 9 أين سأضع علامات في هنا لدينا 18 على 100 يعني سنقوم بتقسيم هذا الجزء إلى 100 جزء بعد ذلك نأخذ كم من جزء ثمانية عشر إذن سيكون بالتقريب هنا فيما يخص إذا كان على 100 نأخذ أولا نصف نصف مئة هنا نصف هذا الجزء وهو خمسون خمسون قبلها ثمانية عشر أو بعدها قبلها ثمانية عشر إذن بالتقريب سيكون هنا لدينا الآن العدد 27 على 5 ماذا سنفعل يا أفضل سنضع عملية القسمة هكذا 27 تقسيم 5 وش حال فيها من 5 فيها 5 5 في 5 لدينا 25 جيد عملي الطرح يساوي ماذا 3 إذن لدينا هنا يعني 27 على 5 سنقوم بتذكيكه ونقوم بكتابته هكذا يا أفضل لدينا 27 على 5 يساوي 5 زائد 3 على 5 هكذا أيحني بعد ذلك أقوم بحصر هذا العدد 27 على 5 نقوم بحصره نشوفوا هنا للجزء الصحيح عندي 5 هنا إذن لدينا 5 6 يعني ما معنى هذا يا أبطال العدد موجود بين 5 و 6 جيد هنا لدينا 3 على 5 سنقوم بتقسيم هذا الجزء إلى 5 أجزاء متساوية ونأخذ كم من الجزء؟ 3 أجزاء إذن لدينا 1 2 3 سيكون بالتقريب هنا يا أبطال لدينا 2 على 10 هنا البسط أصغر من المقام يعني العدد موجود بين 0 و 1 العدد موجود بين 0 و 1 نقوم بتقسيم هذا الجزء إلى 10 أجزاء نأخذ كم من جزء؟ 2 فقط إذن بالتقريب سيكون هنا لدينا ماذا؟ لدينا 2 على 10 لدينا الآن 66 على 10 أولاً نقوم بحصر هذا العدد 66 على 10 نضع عملية القسم هكذا 66 تقسيم 10 لدينا 66 تقسيم 10 فيها 6 هنا عملية طرح لدينا الباقي 6 يعني هذا العدد عندما نقوم بتبكيك هكذا لدينا 66 على 10 يساوي هنا لدينا 6 زائد 6 على 10 إذن سنقوم بتبكيكه إذن سنقوم بتبكيكه نشوف هنا للجزء الصحيح لدينا 6 يعني هذا العدد 66 على 10 رغم حصور بين 6 يعني موجود هنا بين 6 و 7 نعم إذن أين سأضع علامات فيه؟ نشوف هنا للكسر لدينا 6 على 10 يعني نقوم بتقسيم هذا الجزء إلى 10 أجزاء نأخذ كم من جزء؟ 6 أجزاء فقط سيكون بالتقريب هنا 66 على 10 إذن هذا فيما يخص حل الجزء الأول قمنا بوضع الأعداد على المستقيم المدرش نشوفوا الآن مع بعض الجزء الثاني أكتب الكسورة التالية على شكل مجموع عدد طبيعي وكسر كما في المثال لدينا 23 على 10 يساوي 2 زائد 3 على 10 إذن هنا نقوم بكتابة هذا الكسر 205 وثلاثون على شكل مجموع عدد طبيعي وكسر إذن على 100 ماذا يساوي؟ أولا نضع علامة الزائد لدينا هنا 100 نشوفوا مباشرة الرقم المئات لدينا 2 نكتب هنا 2 هنا لدينا عدد طبيعي فيما يخص الكسر يبقى هنا الأرقام 3 و5 سنقوم بكتابة هنا ونكتب على 100 هكذا ببساطة لدينا الكسر الثاني 48 على 10 هكذا يا أبطال ماذا يساوي؟ إذن لدينا هنا 10 نشوفوا الرقم العشرات رقم العشرات وهو 4 نكتب زي 4 زائد ماذا؟ زائد 8 على 10 الكسر الثالث لدينا 36 36 على 30 إذن هنا فيما يخص الطريقة الأولى مباشرة إذا كان عندي كسر عشر هنا يعني عندي في المقام 110 ألف هنا مباشرة سنقوم باتباحة الطريقة لكن هنا ما عندش عشر أو مئة إذن ماذا سنفعل يا أبطال؟ سنضع عملية القسم عادي إذن لاحظوا معي 36 تقسيم 30 36 وش حال فيها من 30؟ فيها 30 واحدة فقط 30 في واحد 30 عملية طرح هكذا يبقى كمية أبطال؟ 6 إذن لدينا هنا الحاصل 1 وهنا 6 على 30 نكتب هكذا 6 على 30 نضع عملية جمع هكذا زائد لدينا الآن 15 على 4 يساوي إذن 15 تقسيم 4 يا أبطال نضع عملية القسمة هكذا 15 تقسيم 4 وش حال فيها؟ فيها 3 3 في 4 12 إذن عملية طرح يبقى كم؟ 3 إذن هنا لدينا 3 زائد 3 على 4 3 زائد 3 على 4 ثانيا طلب مننا أحصر الكسورة تالية بين عددين طبيعيين متتاليين كما في المثال لدينا هنا 36 على 10 محصور بين 3 و 4 أعداد طبيعية متتالية 3 مباشرة جاء بعدها 4 سنقوم بحصر العدد 43 على 6 الآن لحصر العدد أولاً سنضع عملية القسمة 43 تقسيم 6 هكذا إذن لدينا 43 تقسيم 6 6 في 6 6 و 30 6 في 7 ماذا يساوي؟ 42 إذن لدينا 6 في 7 42 عملية طرح هكذا يبقى كم؟ 1 إذن هنا لدينا 43 على 6 يساوي ماذا؟ يساوي 7 زائد 1 على 6 هكذا إذن فيما يخص الحصر نكتب هكذا 43 على 6 رمز المقارنة لدينا هنا الجزء الصحيح 7 نضع 7 بعد 7 مباشرة ماذا يأتي؟ يأتي 8 إذن قمنا بحصر العدد بين عددين طبيعيين متتاليين الآن لدينا العدد 181 على 100 قلنا باش يتمكن التلميذ من حصر الكسر هنا الكسر يقوم أولاً بتفكيك الكسر هنا لدينا 100 إذن نقوم بتفكيك الكسر مباشرة 100 نشوفوا رقم المئات عندي 1 يبقى كم؟ 81 على 100 هكذا أي أقطار إذن حصر العدد نضع هكذا 181 تقسيم 100 لدينا هنا 1 نكتب 1 بعد 1 مباشرة 2 لدينا 45 على 10 إذن تفكيك العدد أولاً 45 على 10 لدينا في المقام 10 نشوفوا الرقم العشرات عندي 4 4 زائد 5 على 10 فيما يخص الحصر نقوم بكتابة العدد 45 على 10 رمز المقارنة إذن نشوفوا الجزء الصحيح أو العدد الطبيعي لدينا 4 زائد 4 بعد 4 مباشرة لدينا 5 الآن لدينا العدد 27 على 10 هنا عندي أبطال 10 نشوفوا مباشرة الرقم العشرات وهو 2 2 يعني هو الجزء الصحيح يعني نتمكن مباشرة من حصر العدد بلما نقوم بتفكيك العدد طبعاً إذا كان المقام 10 100 10 1000 1000 1000 إذن مدام هنا عندي 10 نشوفوا رقم العشرات عندي 2 نكتب 2 بعد 2 مباشرة لدينا 3 إذن هذا فيما يخص حصة اليوم تعلمنا في هذه الحصة حصر كسر بين عددين طبيعيين متتاليين لحصر أي كسر نقوم بتفكيكه أو نقوم بكتابة الكسر على شكل مجموع عدد طبيعي وكسر ثم نأخذ الجزء الصحيح فقط إذن هنا تكون خلاص معنا الحصة دمتم سالمين وفرعات الله وحفظة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة